فاروق طمن على الأجواء ودايماً بإمام التطمنين ودايماً متفائلين لعيب النادي الأهلي عندها خبرة كبيرة جداً 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 وحاسين بالمسئولية يعني يمكن فاروق تكلم وقال احنا عايزين دعم ميستر كولر قال عايزين دعم الجماهير الفترة ديت لازم الجماهير تبقى متواجدة لازم الجماهير تحسس اللعيبة بصعوبة الفترة اللي جاية والفترة اللي احنا فيها وصعوبة المباريات هم اللعيبة حاسة اللعيبة حاسة وأكيد ميستر كولر والجهاز المعون ليه دور كمان في الموضوع ده الفترة فترة صعبة جداً زي ما بنقول فترة النادي الأهلي مضغوط فيها جداً 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 المنافس اللي هو بيراميتز النهاردة لا مستريح مستريح من ساعة ما خرج من بطولة إفريقيا الضغوط على النادي الأهلي أكتر والكل يعلم كده يعني النهاردة طبعاً فيه كواليس معانا من فندق لخامة وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يكون النصر حليف النادي الأهلي النهاردة لو اتكلمنا عن ظروف المباراة زي ما قلنا لحضراتكم مباراة قمة بين فرقتين بيتنافسوا على الدولة يمكن فريق بيراميتز سابق النادي الأهلي في عدد مباريات فريق بيراميتز نقص له ست مباريات والنادي الأهلي نقص له عشر مباريات بما معناه إن النادي الأهلي له أربع مباريات فرق عن بيراميتز لسه نقصين للنادي الأهلي حتى الآن حتى الآن الظروف ماشي كويس بين الفرقتين يعني إيه ماشي كويس؟ يعني النادي الأهلي النادي الأهلي بمبارياته المؤجلة لو كسبها يتخطى بيراميدز بنقطة طيب نتكلم بقى على ماتشين بيراميدز يمكن فاروق قال حاجة بس أنا مختلف مع فيها هل ماتش النهاردة حاسم؟ لا مش حاسم بس يقربك ماتش النهاردة مش حاسم بس يقربك لأن في مبارتين لسه مع بيراميدز ماتش النهاردة وماتش تاني مع بيراميدز المنافسة محصورة بين الأهل وبييراميدز وحد يقولي طب نفترض أن فيه فرقة كسبة ماتش وفرقة كسبة الماتش التاني لسه الأمر كما هو يبقى الوضع على ما هو عليه طب يفرض يتعادله يبقى الوضع على ما هو عليه لو فرقة كسبة الماتشين ونتمنىها إن شاء الله النادي الآلي نقول بإذن الله رب العالمين مبروك الدورة على النادي الآلي بنسبة 80-90% الفرقتين بالأرقام بالأرقام أفضل أرقام في الدولي المصري أفضل أرقام في الدولي المصري بالنسبة لعدد النقاط بيراميدز في المرتبة الأولى وبعده النادي الآلي بس فيه فرق أربع عمريات لصالح النادي الآلي الأهداف أنت بتتكلم على أقوى خط هجوم النادي الآلي ضد أقوى خط دفاع بيراميدز أقوى خط هجوم النادي الآلي النهاردة هنشوفه ضد أقوى خط دفاع اللي هو بيراميدز بس بيراميدز زي ما قلتوا حضراتكم لعب أربع عمريات زيادة عن النادي الآلي الماتش مسهل على الفرق تي الماتش مسهل على الفرق تي وما حد يقولك الماتش ده يحسم حاجة لا ما يحسمش بس يقرب يعني إن شاء الله لو النادي الآلي كسب ماتش النهاردة لا المعنويات هترتفع جامد قوي معنويات بيراميدز هتقل الفترة اللي جاية النادي الآلي عنده ماتشات مؤجلة النادي الآلي هيكون عنده دفع قوية أن يكسب الماتشات اللي جاية فالمكسب يقربك يقربك ولكن الماتش مش حاسم الماتش مش حاسم كل اللي هيحصل النهاردة ثلاث حاجات يا فرقة هتكمل المسيرة بتاعتها لأن الفريتين الأهلي وبيراميدز بقالهم النادي الأهلي 12 مباراة على التوالي مكسب بيراميدز 14 مباراة على التوالي مكسب العملية دي النهاردة ممكن تقف لفرقة من الفرقتين ونتمنا مش النادي الاهل ننتمنا بيرامز طبعا ان مسيرة الانتصارات تقف والنادي الاهل يكمل مسيرة الانتصارات ممكن تقف للاتنين تقف للاتنين في حالة التعادل يبقى مسيرة الانتصارات ممكن تنتهي النهاردة الفرقتين في حالة التعادل ولكن التعادل ليحسم حاجة؟ لا تبفوز احد الفرقين يحسم حاجة؟ برضو لا بس زي ما بقول لحضراتكم هو ماتش من السهل على الفرقتين مش سهل على الفرقتين لكن اللي يحسم الماتشين لصالحه وإن شاء الله يبقى النادي الأهلي يبقى كده بقول لحضراتكم مبروك للنادي الأهلي الدولي بنسبة 80-90% ماتش من السهل ماتش أكيد ميستر كولر قاري فرقة بيرامدز كويس تفرج فترة اللي فاتت على عدة مباريات ممكن نشوف النهاردة نشوف النهاردة ماتش تكتيكي بين اتنين مدربين كبار ماتش تكتيكي يعني مش ماتش مفتوح قوي ممكن لأن في الماتشات اللي زي دي بين فرقتين بيتنفسه واتنين مدربين درسين بعض كويس يقول لك إيه المجاسفة مش مطلوبة قوي المجاسفة مش مطلوبة قوي ولكن لو مقدرتش تكسب ما تخسرش ده مبدأ مبدأ في الكورة ليه؟ لأن لسه في مباريات مستمرة لسه في فرص فما تجذفش قوي بحيث ان انت تخسر المباراة فإيه؟ لو مقدرتش تكسب حافظ على انك ما تخسرش المباراة ميسر كولر أكيد شاف أكتر من ماتش البيرامدز شاف طريقة لعب بيرامدز اللي بيلعب بيها المدير الفني الكرواتي يوردشيش المدير الفني البيرامدز حط إيده ميسر كولر طبعاً حط إيده على عناصر الخطورة بيرامدز كلنا عارفينها كلنا عارفينها بداية من الزهير الأيمن والزهير الأيصر ومصطفى فاتح ناحية اليمين ورأس الحربة فيستر ميلي دي من عناصر القوة عندهم في عناصر ضعف أو نقاط ضعف فيه نقاط ضعف قلب خط الدفاع وراء الباكين لأن الباكين بيهجمه كتير الحارس المرمى ليه أخطاء مش متفاهم مع الاثنين اللي قدامه كل ده كل ده أكيد ميسر كولر حط إيده عليه شرح للعيبة شفنا أنه إيده يوم أجازة كمل بعد كده يومين تدريب